السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيك القصة بدأت لما النوت سري بتاعي بدأت أحس بطء جديد جدا في التليفون والنوت سري رمالتها لا تجيجة والمعالج بتاعه كويس جدا فأنا قلت أكيد مش أحس بالبطء ده إلا عن طريق حاجة في الصفت أو حاجة زي كده فلما عملت صفت بدأت برضه أحس بنفس البطء ونفس المشاكل ونفس كل حاجة بعد فترة من الزمن بعد الزمن مثلا بأسبوع أو بأسبوعين أبدأ أحس بنفس البطء بعد كده قررت أن أذهب لحد يشوف الموبايل أو يشوف التليفون فلما رحت لي مكان بيصلح في التليفونات عندنا في البلد فرحت وقال لي روح للتوكيل لأنه عمل لي صفت وبدأ يعمل لي في كذا حاجة وبعد كده لقيت نفس المشكلة حصلت فقال لي خلص وروح للتوكيل رحت للتوكيل أول حاجة عملها فتح خيارات المطور تمام نزل كده وفتح خيارات المطور قال لي أنت أنفعلها ليه أول حاجة سأللي قال لي أنت أنفعلها ليه قبل ما أتكلم قال لي أنت مش ملاحظ الناس ما خيارات المطور خيارات المطور ديا خاصة بالمطورين اللي عاملين للهواتف أو مطورين الأندرويد مطورين التطبيقات أو مطورين الأندرويد نفسه يعني أنت كمستخدم ما لكش أنك تلعب الخيارات المطور غير عن طريق تصحيح أخطاء USB وتمكين إلغاء كيف OEM ده لو عندك أصلا فأنت ممكن تعمله تمام؟ يعني ده الحاجتين بس اللي أنت مفروض لك حاجة أنك تقدر تستخدمهم لكن لما ننزل تحت ونلاقي هناك بعض الخيارات الخاطرة جدا في الهاتف اللي ما ينفعش نستخدمها ساعتها هي دي المشكلة خيارات إيقاف الرسوم طيب تعالك أن نفهم معنا بعض الموضوع كده يعني إيه خيارات إيقاف الرسوم وإيه الموضوع اللي بيحصل في خيارات الرسوم وإيه هي أصلا إفاديتها بنستفيد منها في إيه وإيه الخاطورة بتاعتها بنستفيد منها في إيه؟ بنستفيد منها إن هي بتتعرض علينا الجهاز بتتعرض علينا الجهاز إزاي؟ إن هي بتتعرض علينا اللي مسلا لو ضغطت مسلا على الهوم دي بتنزل بسرعة ضغطنا هنا دي بتطلع بسرعة. تمام ده كل بيفرق عن طريق خيارات الرسوم. لو عملنا اقاف مش هتحس بها خالص. يعني هتلاقي بتنزل من غير ما تشوفها اصلا. بص من غير ما تشوفها هي بتنزل وبتطلع. من غير ما تشوفها. تمام هي دي السرعة اللي موجودة في الجهاز. طيب تمام. هو ده الافادة الوحيدة في خيارات الرسوم. او انك تعمل اقاف للرسوم المتحركة. اللي هي خيارات الرسوم المتحركة. طيب. ده بقى بيدرر الجهاز في ايه? ده بيدر الجهاز من خلي الجهاز. اولا بيسخن. ثانيا البطارية. ثانيا عمر البطارية هيقل معاك بشكل كبير جدا 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 وبشكل ملحوظ. سالسا وده الاهم ان بعد فترة من الزمن بعد سنة او سنة ونص من استخدام الهاتف. هتلاقي ان الهاتف بتاعك بقى زي النوت سري بالزبط. معدش لو اي ستين لازمة. لان هو بعد فترة هتلاقي الجهاز يقعد اسبوع او اسبوعين. هتلاقي بدأ يبطأ خالق. حتى لو عملت ايه برضو هتلاقي الجهاز بدأ يبطأ معاك. طبعا? ده بسبب انك بتستخدم ايقاف الرسوم المتحركة. يبقى كده هي بتدر الجهاز في ايه? ان هي بتخلي الجهاز يستخدم البروسيسور ويستخدم الرامة بشكل اقوى. طبعا ده حاجة كويسة. لكن بتخليه يستخدم بشكل اقوى في حاجات هيفة او حاجات تفهة. حاجات تفهة زي ايه? زي ان هو يعمل كده. يعني ايه الفرق بين الحركة دي? انك تخليها كده سريعة جدا. وانك تخليها واحد. لما تخليها واحد. الموضوع مش افر معاك. انت ممكن تشلاقي الموضوع بطيق شوية لانك هتعوت على الرسوم اللي هي نص او ايقاف. خاطر انا عملتها نص ممكن بقاش خطيرة جدا. لكن لما تكون على ايقاف بتبقى خطيرة جدا 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 جدا. وزملت لك بعد فترة من الزمن. لو حتى لو التليفون قعد معاك سنة او سنة ونص برضو بعد كده هتلاقي التليفون بتاعك بدأ يبقى بطيء جدا. وهتلاقي المعالج بدأ يبوز. وبردو الرامة هتبدأ تتلف مع الوقت. فالموضوع ده كله حلو ايه? انك تخليها على واحد او توقف تشغيل خيارات المطور نهائيا. تمام? يعني الفرق في الموضوع. حتى شكلها جميل جدا انك تعملها كده. سهلة جدا وبسيطة. يعني هي تلاقيها بس ممكن تلاقيها بطيئة شوية بسبب التسجيل اللي انا مسجله. ولكن هي تبقى معاك عادية جدا جدا جدا. فالناس اللي ده خيار المطور. ده مقفول. ومش مشغالينه. اتمنىك ما تشغلهوش. انك مش تستفيد من رفع اي حاجة. تمام? فالموضوع بسط جدا يا جماعة والحلقة دي كانت تحزير بس على موضوع خيارات المطور. الناس كتير شرحت وقالت ان هو فعلا بسعر الجهاز. هو فعلا بسعر الجهاز. انا عن نفسي بيستخدمها لحد نصف. تمام? وهو هي كويسة جدا. لكن لما تعمل على الاقاف. فالموضوع ممكن يبقى خطير معاك شوية. تمام? بعد فترة من الزمن بتلاقي الجهاز بتاعك بدا وباطل جدا زي بتاعي. اللي غالبا هبيعو او هرمي. تمام? هو حلم في التوكيل يعني. بس هتمنى انتو بس تستفيدوا من الحلقة دي. كانت بس حلقة بسيطة كده وسريعة. ام. وان شاء الله استغلالي الحلقة الجاية حلقة ربحة على السريع ان شاء الله وعندي بس طلب بسيط جدا. انا عملت اكاتي عبطة تويتر. انت ممكن تلاقيق في وصف الفيديو لو عايز تعرف حاجات عن مصطفى يعني اللي بيتكلم او عن الشخصية دي فانت ممكن تخش على تويتر هتلاقيني مكتمل او تتابعني يعني على تويتر ان شاء الله يعجبك اللي انا يعني بنشورة او يعني بتاعي يعني على تويتر. حاجة تانية احنا ناقص نمية وخمسين مشترك وان شاء الله نوصل لهم قبل نهاية شهر رمضان. يعني لاستلنا كم يوم بالزبط قبل نهاية شهر رمضان او قبل نهاية الشهر اللي احنا في ده. يعني ثمان تيام تقريبا او سبع تيام لسنة اسبوع. اسبوع عشر باب نوصل فيهم لتلات الاف مشترك. لاستلنا مية وخمسين من مشترك بس. ونوصل لتلات الاف مشترك. تمام? اتمنى الدعم. الدعم بس بالشير. الدعم بالشير الفيديو ده فيديو زي ده فيديو حلو جدا ان شاء الله. يعني يكون كويس. والفيديو دولا برضو هيفيد نسكتلة جدا في حاجة كتير فاتمنى انك ما تبخاش علي بانك تعمل لايك الفيديو وشير للفيديو. كان معكم بصطوفة والقناة مستابون تيك شوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في فيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.